من صواريخ كاتيوشا إلى الطائرات المسيرة تقدم الميليشيات سلاحا جديدا لإثارة التوتر الأمني في العراق ومرة أخرى تستخدم طائرات الدرون في استهداف الأهداف هذه المرة استهداف مطار بغداد بثلاث طائرات مسيرة متفجرة وكالعادة لا خسائر عسكرية في النقطة المستهدفة حالها كحال مئات الهجمات بصواريخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء لينحصر الهدف من هذه الهجمات بالضغط على القوات الأمريكية فقط وتحسين شروط التفاوض مع واشنطن كما يريد المشغل الإيراني الهجمات الجديدة جاءت بعد زيارة قائد فيلق القدس إسماعيل قآن إلى العراق وكذلك بعد كل زيارة لقاءاني لا بد من وقوع هجمات على مواقع قوات التحالف والبعثات الدبلوماسية ما يؤكد بكل وضوح أن هذه الميليشيات أنشئت لتكون إحدى أذرع الاخطبوط الإيراني دون اعتبار لجر العراق إلى حرب بالوكالة وصب مزيد من المصائب على رؤوس العراقيين قائد القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط الجنرال كينيث ماكينزي يقول إن الجماعات المسلحة التابعة لإيران باتت تستخدم أنظمة جوية صغيرة بدون طيار بعضها صغير جدا ضد الأهداف الأمريكية مؤكدا أن واشنطن لن تتهاون في اتخاذ ما يناسب للدفاع عن مصالحها تعلن الميليشيات أن هجماتها المتكررة تهدف إلى إجبار القوات الأمريكية على الخروج من العراق لكن بالاستناد إلى الواقع لا يبدو أن هجمات كهذه لا تحصد خسائر بشرية يمكن أن تؤثر على الوجود الأمريكي في العراق كما أن الميليشيات تدرك أن أي هجوم أقوى مما يحدث سيقابل برد أمريكي قاس كما حصل في أوقات سابقة إذن أقصى هدف هو مضايقة القوات الأمريكية وعكس واقع الميدان على واقع السياسة في إطار المفاوضات بين أمريكا وإيران وبالتالي من يدفع فاتورة هذه المهاترات القائمة هو الشعب العراقي